إن غلبت من الشيطان فاندم على ما كان منك المؤمن تقع منه المعصية خاصة إذا كان شاباً يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة لكن شاب يأتي بألبوم صور وما أنا لا أعرف في التقنية لكن يأتي بالتقنية ثم يريها زملائه فعلت وفعلت وفعلت ويجعل كيداً يكيد به الأعراض والناس ومن حوله من الجرام من القريب والبعيد هذا لا يأبأ الله به في أي واد هلك لكن قد يأتي أحد الناس أحد الشباب تقع منه الزلة تقع منه الخطيئة فأنا أقول لو أول الأمر لا تخبر بذلك أحداً فالناس تفضح ولا تعذر والله يستر ويعفر فاكتمها عن كل أحد لا تقول هذا شيخي ولا هذا أستاذي ولا هذا زميلي ولا هذا والدي أقل ما يمكن أن ينالك أنه سينظر إليك بعد ذلك نظرة ازدراء والله لو أصبحت إماماً للحرمي لأنه سيتذكر تلك المعصية فأنت حقير في عينيه فلا تخبر أحداً لكن إن كنت صادقاً في الندم فإن الله جعل أبواب التوبة مفتوحة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في الحديث من قالها سبع مرات غفر الله له ما تقدم من ذنبه وإن كان قد ذر من الزحف قل سبحان الله وبحمده مئة مرة من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغيرها مما شرع الله لك من أنواع من أنواع التوبة شكرا